الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبق عليكم النعم وأن يدرأ ويدفع عنكم النقم وأن يجعلكم من الموفقين للدرجات العاليات وأن يجعلكم من أهل أعالي الجنات وبعد تفضل الله علينا وجعلنا ندرك شهر رمضان شهر الخير ثم جعلنا ندرك يوم الفرح يوم العيد ثم توالت علينا الخيرات بأن ابتدأنا بأيام الحج كما قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وابتدأنا بهذا الموسم العظيم ولعلنا أن نتقرب إلى الله تعالى فيه بدراسة عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة أو بإكمال قراءة مختصر صحيح البخاري حيث قرانا عددا من أحاديث كتاب الوضوء ولعلنا أن نواصل في ذلك بإذنه جل وعلا الحمد لله رضي الله وصحبه ورسلم على أشرف الأنبياء والحسنين نبينا محمدنا على آله وصحبه أثمين اللهم علمنا ما يدفعنا ولقعنا بما عدمتنا وزنا إما اللهم أغفر لنا ولشركنا ولوارده وللحاضرين قالت إمام المقاري ورحمه الله تعالى عشق رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن وستطاع في تنع به وترجله وطموه وفي شأنه كله قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بمعنى أنه يقدم اليمين على جهة الشمال وذلك فسر في أحاديث أخرى بأن اليمين تجعل لما يستحسن وأن الشمال تجعل لما يستقذر وقوله هنا في تنع له أي أنه كان يلبس النعل اليمنى قبل أن يلبس النعل اليسرى وقوله ترجله يعني في تسريح شعره فيبدأ بالجهة اليمنى من رأسه ثم يتبعها الجهة اليسرى ويكون ذلك بيده اليمنى وقوله هنا وطهوره أي أنه في الوضوء وفي الاغتسال يبدأ بجهته اليمنى والبداءة باليمين من المستحبات المتأكدات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك لكنه ليس من الواجبات فلو قدر أن أحد الأشخاص غسل يده اليسرى قبل اليمنى صح وضوه بذلك ولكنه ترك الأفضل فهذا الحديث فيه تقديم الجهة اليمين على جهة اليسار وفيه لبس النعل اليمنى قبل اليسرى على سبيل الاستحباب وفيه التيم في الوضوء وفي الغسل وفيه أيضا التيم في تسريح الشعر ودهنه وفيه أيضا الحاق ما ماث لها بحيث أنه يقدم فيها اليمين ومن ذلك دخول المسجد فإنه يستحب أن يدخل بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى وهكذا أيضا في أكل الإنسان وطعامه فإنه يأكل بيده اليمين وهكذا في المجلس يبدأ بكبار المجلس ثم جهة اليمين وهذه هي السنة في كل ما كان فيه تخيير بين الجهتين السلام عليكم على التنسي بمالك رضي الله عنه قال قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانا صراط العسل وقراط الزوراء فقال أن كان قريبا داري إلى أهله ومقيطه فالتمسلنا سروره فلم يجدون فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإناء فيه وضوء فأتي بمنطب بالفجارة فيهنا فرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده وصعوا بمنطب أن يبسط فيه كفا فضعنا أصابعه فجعل أصابعه فيه وأمر الناس ليتوضعون فقال قوم فتوضعون قال فرأيتنا أن ينبع من تحت أصابعه حتى فرضى قوم كله من عند آخرين فحزرتون التوضاء من بين السبعين إلى الثمانين قوله هنا قال أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر أي دخل وقت صلاة العصر وهو بالزوراء وهو مكان شرق المدينة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يعني من كان أهله قريبين ذهبوا إلى دورهم من أجل أن يتوضعوا فيها وبقي قوم لبعد منازلهم فالتمس الناس أي بحثوا عن الوضو يعني عن الماء الذي يتوضعون به فلم يجدوا ماء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء أي ماعون فيه وضو أي فيه ما يتوضع به لكنه صغير فأتي بمخضب والمخضب قدح وإناء فيه شيء من ماء وقد صنع هذا المخضب من حجارة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء في يده يريد أن يدعو الله فيه ليبارك له في ذلك الماء وصغر المخضب أن يبسط فيه كفه أي لم يستطع يدخال يده وهي مبسوطة مفتوحة الأصابع فضم أصابعه بعضها إلى بعض فأدخل أصابعه في المخضب فوضعها فيه وأمر صلى الله عليه وسلم بأمر الناس أن يتوضعوا وبدأوا يسحبون من ذلك الماء فقال قوموا فتوضعوا فأصبح الماء ينبع أي يخرج من الإناء من كثرة الماء الذي في ذلك الإناء فأصبح يتصبب خارج الإناء حتى توضع القوم كلهم من أولهم إلى آخرهم فكان ذلك من البركة في هذا الماء قال فحرزت يعني قدرت كم عدد الناس ومن توضع فإذا هم ما بين السبعين إلى الثمانين رجلا ففي هذا الحديث خروج الإنسان خارج البنيان لحاجة من الحاجات أو لاجتماع الناس وفي الحديث أنه عند تقول وقت الصلاة يلتمس الماء ويبحث عنه وفي هذا الحديث الوضوء من الإناء الذي يصنعه من الخشب وفي هذا الحديث أيضا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل من دلائل نبوته حيث كفى هذا الماء القليل هؤلاء الرجال ومقدارهم قرابة السبعين إلى الثمانين هذا الحديث يتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في يوم العيد ثم ذهب فذبح هديه ثم حلق رأسه وأعطى أبا طلحة نصف شعره ووزع نصف شعره الآخر فيما بين الناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركا وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مثل ذلك بغيره فريق النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وشعره مبارك ولذا أمر بتوزيع شعره أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت له هذا الحكم ولذا لم يكن من شأن الصحابة أن يتبركوا بآثار كبار الصحابة كاب بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان تحنيك الصبيان بالريق خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت من بركته ولم يثبت مثل ذلك لأحد سواه ولذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون مثل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التحنيك وفي هذا الحديث أن شعر الإنسان طاهر وأنه لا يعد من النجاسات وفي هذا الحديث فضل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قوله إذا شرب وفي بعض الروايات لعق الكلب في إناي أحدكم أي سحب الماء من الإنا ليدخله في جوفه قوله فليغسله أي فليغسل الإناء سبعاً أي سبع مرات قد ورد في بعض الروايات إحداهن بالتراب وفي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها والثامنة بالتراب ففي هذا الحديث وجوب غسل الإناء بعد ولوغ الكلب لحيث يغسل سبع مرات فإن قوله فليغسله فعل مضالع مسبوك بلام الأمر ولذا رأى جمهور العلماء أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وسبب المخالفة أن من قواعد الإمام مالك أن القياس يقدم على خبر الواحد وهذا خبر واحد وفي الشريعة أن الكلب إذا صاد صيداً جاز أكل صيده ولم يلزم غسله ولذا قال عجباً كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره ولكن الحديث ثابت وهو من الأحاديث التي وردت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يصح أن يلغى هذا الحديث ويرد بسبب القياسة وقد يكون في الولوغ من الأسباب التي تؤدي إلى التأثير على الإناء ما لا يوجد عند صيد الكلب وهذا الحديث خاص بالولوغ في الماء ولذا فإن الصواب أنه لو نزل لعاب الكلب على ثياب أو غيرها فإنه لا يلزم غسله إلا مرة واحدة بخلاف ما لو لعق الكلب فإنه يلزم غسله سبعة وفيه ألحق بعض العلماء بالكلب بعض الحيوانات كالخنزير وغيره والأظهر أنه لا يقال بحكم إلا بناء على دليل أو قياس ولم يرد الدليل إلا في الكلب وأما القياس فإنه لا يثبت إلا بعد معرفة العلة التي من أجلها ثبت الحكم ولم يعرف المعنى الذي من أجله ثبت حكم وجوب الغسلات السبع ولذا فيكتصر على محل الحديث بل قد ألحق بعض الفقهة كالحنابلة بقية النجاسات التي على غير الأرض فإنهم يرون أن النجاسة إن وقعت على الأرض كفى غسلها مرة واحدة وإن وقعت على غير الأرض وجب غسلها سبعة ولكن الحديث إنما ورد في ولوغ الكلب فقط ولم نعرف المعنى في ذلك وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول بأن هذا الحكم ليس خاصا بولوغ الكلب ويرى أن بقية النجاسات تماثله وإن كان ورد عنه أنها تغسل ثلاثا ولكن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه وقد خالفه غيره من الصحابة وعند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج والاستدلال بقول بعضهم دون بعضهم الآخر نعم أخذ الرجل قفه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قعل بين الرجل يمشي بطريب اشتد عليه العطش فوجد بطره فنزل فيها فشريب منها ثم خرد فإذا هو بكلبي يلذك يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به فأخذ الرجل قفه فنزل بها فجعل يضيف له به فملأ قفه ثم أمسكه به ثم رأي فسقل في البحر تعوى فشفى الله لك فأقرأ فأدخله الجنة قال لرسول الله إن ملك فلائم أجرأ قال في كل كبير رشوة أجرأ قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بطريب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حدثت في الأمم السابقة بينما هو يمشي بطريب أي أنه قد أخذ هذا الطريق وقال فاشتد عليه العطش ظاهر هذا أنه كان مسافرا وأن الماء ليس قريبا منه ولذا اشتد عليه العطش وهو الحاجة إلى شرب الماء فوجد بئرا فيها ماء فنزل الرجل في البئر فشرب من الماء الذي في تلك البئر ثم خرج الرجل من البئر فإذا هو بكلب يلهث ومعنى أنه كان يخرج لسانه من شدة العطش وكان يأكل الثرى من العطش والثرى التراب الرطب الذي فيه ليونه وقد مسه الماء فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي يعني أنه قد وصل إلى حالة شديدة من الحاجة إلى الماء فنزل الرجل في البئر فأخذ خفه وهو ما يلبسه في قدميه فنزل البئر فجعل يغرف من الماء بذلك الخف فملأ خفه ثم أمسكه بفيه يعني أنه أمسك الخف بفمه من أجل أن يتمكن من الصعود ليخرج من البئر ثم رقى فسق الكلب حتى أرواه ولم يذكر هنا أنه قد جعله يشرب من داخل خفه وظاهر هذا أنه كان قد وضع حوضا لذلك الكلب فشرب الكلب من ذلك الحوض فشكر الله لذلك الرجل هذا الصنيع من كونه يسقي الكلب فغفر الله له فأدخله الجنة قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم وهي الحيوانات سميت بهذا الرسم لأنها لا تتكلم وإن لنا في البهائم أجرا يعني في سقيها وخدمتها وتقديم المنفعة لها فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها أن البئر التي تكون في البرية يجوز للإنسان أن يشرب منها ما دامت غير محاطة ولا ممنوع منها وفي هذا الحديث تفقد الإنسان ما حوله من الناس أو الحيوانات أو غيرها ولذا تفقد هذا الرجل ما حوله فوجد هذا الكلب وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد احتساب الأجر في سقي الحيوانات ومنها الكلاب وفي هذا الرجل في هذا الحديث جواز استعمال الخف في نقل الماء عند الحاجة إليه والخف يصنع من الجلد والماء لا يؤثر عليه وفي هذا الحديث جواز النزول في الآبار من أجل سقي الماء وفي هذا الحديث أيضا أن سعة رحمة الله تعالى وأنه قد يغفر للعبد بالفعل اليسير كما غفر لهذا الرجل ذنبه بسبب سقيه لهذا الكلب قد ورد في الحديث ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقوله هنا قالوا وإن لنا في البهائم أجرى استفصال وسؤال من الصحابة رضوان الله عليهم من أجل أن يعمموا هذا الحكم فإن الحديث إنما ورد في الكلب فأرادوا أن يعمموا هذا الحكم فسألوا عن بقية البهائم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حكما أعمى مما سألوا عنه فقال في كل كبد رطبة وهذا أعم يشمل جميع بني الإنسان بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يسبغ على الجميع نعمة وأن يبارك لكم في جميع أموركم وأحوالكم وأوقاتكم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا